بعيدا عن ستايل المعلومات والكتب والنصائح بعدتنا اليوم لح أحكي قصة متأكد انه فيها الفائدة الكبيرة الرواية الوحيدة اللي اتطلعت عليها صدمت من مدى روعتها والفائدة الكبيرة اللي اكتسبت منها أحد أكثر المنشورات مبيعا في تاريخ البشرية عن جد هالمرة وقفوا الفيديو وجيبوا لكم شي تشربوه زبطوا القعدة واسترخوا أنا عمر حمي مندورها يلا نبدأ في قديم الزمان كان في شاب يافع بسيط اسمه سانتياغو اندهش من زيارات السياح لقريته بإسبانيا وحب فكرة السفر وزيارة أراضي وشعوب أخرى خبر والده بيرغبته بالسفر والأب قال له يا أبني اللي بيسافروا اثنين الأغنياء اللي معهم فكة على أولد المصريين ورعاة الغنم ولحنا يا أبني يا سانتياغو لا هدول ولا هدول فعود وكن على وجعك الله يرضى عليك الصبي قال والله فكرة يا أبي بصير راي غنم طالما الهدف بيتحقق فليش لا الأرض بيتي والسماء سأفي والكتاب رفيقي ومخدتي وطلع هالسانتياغو الفاير هاد إلى أرض الله الواسعة ومعه قطيع الغنم طبعا وبعدة ليالي وهو نايم بكنيسة مهجورة تكرر عليه نفس الحلم ويلي هو أنه لازم يروح على أهرامات مصر ويطلع كنز مخبة من نصيبه طبعا بالعصول القديمة الذهاب من إسبانيا إلى مصر هي رحلة طويلة جدا وما بيروحها إلا الأغنياء والمستكشفين هالسابي هاد رحل عند غجرية رح تتفسر له حلمه الغجر شاطرين بالتبصير وقراءة المورائيات الغجرية مسكت له إيده وقرت فيها وهو عم يخبرها عن الحلم قالت له الغجرية حلمك رؤيا وأنت فعلا فيه كنز عم يستناك هالسابي هاد خلص ونزل على المدينة اللي كان عم يرعى حواليها وهو ما لمقم بكلام الغجرية ووسط زحام الناس وهو قاعد مريح وعم يقرأ بيدخل فيه رجل كبير وبيحاول يفتح معه سيرة وبيخبره هاد الرجل انه بيعرف حقيقة حلم هذا الصبي وبيعرف معلومات كثير عنه الصبي وسط حيرة ودهشة طلب من الرجل يعرف عن نفسه الرجل خبره انه هو ملك لبلد الصبي ما بيعرف عنه وبيقوله انه سيساعده للوصول لكنزه مقابل جزء من القطيع اللي بيملكه الصبي الصبي بعد تفكيره وعلامات عطاياه من الرجل وافق والملك اخد حسطه من القطيع وعطاه حجرين كريمين وقاله انه سيساعده باتخاذ قراراته وخبره يبيع اكمال القطيع اللي يقدر يحصل ثمن الالتحاق بالقافلة اللي رايح على مصر وعطاه حكم وتعليمات مهمة ابرزها انه يلحق الاشارات اللي بيشوفها ويسمع لحثه ويقامن بالرسائل الكونية قالك للكوم اللغة اللغة اللي بتخلي الخرفان تتبع الراحة اللغة اللي بتخليك تفهم حدة موقف بين شخصين عم يتكلموا لغة مو لغتك اللغة اللي بتقلك نفسك فيها دير بالك هون عم يصير موقف مريب لتوصل لكنزك يا ابني يا سانتياغو تبع اشارات الكون سانتياغو شد العزم وسافر للمنطقة اللي بتطلع فيها القوافل على مصر دخل لمقهى الناس عم تحكي فيه عربي وهو ما بيعرف حكي عربي ووسط زحام الكلام بسمع شخص بيحكي اسباني توجه لقله وخبره ان هو بده يطلع على مصر الرجل المتحدث بالاسباني رد عليه وقال له انه جاهز يوصلوا للمحطة اللي بتطلع فيها القوافل على مصر بس لازم بالاول يخلي معه الفلوس كضمانة وبس لا يطلع على القوافلة بياخد اجرته ويرجع له كمالة الفلوس واتفقوا ميشيوا بأحد الاسواق المزدحمة واجت عين الصبي على سيف لامع مبهر وامعنا النظر فيه وفجأة صحي من صفنته وخاف يدير وشه ويشوف الشي اللي كان متوقع يشوفه وفعلا دار وجهه ومتل ما متوقع اختفى الرجل اللي كان عم يقرشده وأخذ مع الدهبات ولقى حاله سانتياغو وسط مدينة ما بيعرف فيها شي بعيد عن بلده وبايع قطيعه كامل وبعيد عن مصر والكنزي اللي عم يستنوا غضب سانتياغو غضب شديد وقدرك الحماقة اللي ارتكبه من يوم واحد بس كان معه قطيع كبير وكان شاب سعيد اما هلأ فهو بمكان غريب ومن غير نقود صفن بينه وبين حاله شفي ونظر للموضوع من زاوية اخرى انا بالاصل غاوي سفر وهلأ حاليا انا مسافر وبمكان غريب لحيشتغل ايشي وتعرف على هالناس والمكان الجديد وبعدها بجمع مصار يا اما بيشتري فيه قطيع يا اما بيشتري فيه تذكرة الذهاب الى مصر طوع سانتياغو لينظف كريستال مغبر لمحل بيع كريستال مرأ بيجانبه مقابل انه يقطع مبس فعلا ما كذب خبر وبلش شغل والمحل خلال ساعة واحدة باع اكثر من قطعة على غير المعتاد سبحان الله الشغل بيجيب شغل الرجل صاحب المتجر عجبه الموضوع وعرض عليه يشتغل معه الشاب وافق بس انصدم انه بده اكثر من سنة ليقدر يجمع ثمن تذكرة الذهاب الى مصر او شراء قطيع مثل اللي كان عنده بس رغم هيك ما يقس وبدأ العمل ومن نشاطه الزايد تحسنت المبيعات جدا الذكان يا شباب ويا بنات انرزق وسانتياغو خلال هالسنة جمع من دخله مبلغ بيقدر يشتري فيه قطيع ضعف حجم القطيع اللي كان معه من سنة وبيزيد معه فلوس كمان سانتياغو حزم امتعته وقرر ينسى الماضي وما يتجاه الحلم من قائد القافلة اقسم جميع المسافرين انهم يتبعوا تعليمات القائد مهما حصل لانه بالصحراء حياة الركاب بعهدة قائد القافلة بدأت الرحلة وتعرف سانتياغو على رجل انجليزي هالرجل كانت كل امتعته كتب هالكتب بتحكي عن الكون ولغته وعن العارفين بالعلوم الكون الناس اللي بتتمتع بالعمر المديد والحكمة المطلقة ناس يقال انهم بقدروا يحاولوا اي شي لدها والانجليزي التحق بالقافلة ليدور على رجل موجود بواحب المصر خيميائي عارف علوم الكون الصبي دعا الرجل يركز اكثر بسير القافلة والصحراء ليفهم الكون وبالمقابل سانتياغو هيقرأ الكتب ليفهم الخيمياء اكثر وخلال تقدمهم بالقافلة وصلتهم اخبار من حرس البدو انه في حرب قبلية قائمة والوضع مخيف جدا كملت القافلة رحلتها بليالي طويلة بالصحراء بجو مظلم ممتلئ بالخوف لحد ما وصلوا لواحة وعرف الحرب بين القبائل وقته انه ممنوع الهجوم على الواحات اللي بيكون فيها غالبا اطفال ونساء المشاركين بالحروب الانجليزي طلب من الصبي انه يسأله عن الخيميائي بما انه بيعرف يحكي شوية عربي الصبي والرجل وقفوا قدام البير ليستنوا الشخص المناسب لحتى يسأله شوية وقت ومرأة صبية معها وعالة ملامة راح سانتياغو ليسألها عن الرجل ورفع عينه عليها ليطرح السؤال وبلحظة اجت عينه بعينها راح الكلام وسكن سكون الصحراء الكبرى سكون الليل برحلة مسافر للمجهول بحضرة العيون السوداء والملامح العربية الحادة لحظة توقفت فيها عركة الكون لثواني لحظة حس فيها سانتياغو قدش كان دائما محتاج ليستقر بمكان واحد وللأبط قاطع السكون هذا الرجل الانجليزي وطلب منه يسألها الصبي فعلا سألها عن خيميائي وقال انه عايش بهذه المنطقة الفتاة بصوت خافت دلتهم على اتجاهه وقفى الصبي ليسألها عن اسمها الفتاة جاوبت فاطمة وغادرت الانجليزي مباشرة ذهب ليبحث عن الخيميائي والصبي مشي بالصحراء واعاد يفكر ظهر فوقه سقرين وفجأة الاول انقض على الثاني هاجموا وقتلوا وحضر على ذن سانتياغو بنفس اللحظة خاطرة لرجال مسلحين عام يهاجموا الواحة فزع سانتياغو السرع لخيمة قادة الواحة وخبرهم عن رؤيته ان الواحة بخطر القادة خبروا انه ما حدا بيشاهد هيك رؤية غير قارئي لكم والمجانين لهيك لحيتجهز رجال مسلحين وبيتخفي واذا فعلا انهجم على الواحة لحيكونوا مستعدين ولحيقتل المهاجمين ولحيعطوا للصبي مقابل كل رجال ميت منهم عملة ذهبية واحدة وذا ما حدا اجا فما لحيرجعوا الصيوف من غير دم لحيقتلوا الصبي المجنون عقابا لأله الصبي خرج من الخيمة هو مستاء جدا وتمنى انه ما اخبر حدا برؤيته وفجأة ظهر عليه فارس مرتدي اسود باسود ورفع عليه السيف وقال له مين انت لتجرؤ تدعي انك قرأت اشارات الكون شرح الصبي الرؤية للفارس وهو مترجي انه ما يقتله الفارس اخبروا انه اليوم التالي هو الفيصل اذا ضليت عايش يا ولد تعال لعندي بتلاقيني عم بستناك نزل الفارس سيفه وذهب بحصانه البعيد الصبي كان قابل للتو الخيميائي واليوم التالي تحققت رؤية الصبي وهجم على الواحة رجال مسلحين ولكن قتلوا كلهم لان رجال الواحة كانوا جاهزين الصبي اصبح بطل وعين مستشار كبير للواحة وغنم بالذهب الوفير سانتياغو ذهب وقابل الخيميائي وشرح له عن الكنز والرؤية وفاطمة وقال له انه لح يتخلى عن الكنز ليتجوز فاطمة ويستقرض من عائلة الخيميائي جاوب بحكمة وقال حتتجوز فاطمة وتتجاهل اشارات الكون لح تعيش اجمل سنة بحياتك لكن بالسنة اللي بعدها لح تبدأ الشكوك ترودك وتقول ليش ما رحت ركدت ورحلمي البؤس لح يخيم عليك ليش ما طلعت وتمتعت بخبايا المجهول بدلا من رضاية بجمال الواقع ولح تقول اصعب يا ريت بحياتك يا ريت لو ثقت بحب فاطمة للي وطلعت انهيت رحلتي بالمجهول ورجعت لها يا شب يا سانتياغو روح وادع فاطمة وتعال نشتري لك خيل ونطلع نشوف احلامنا وفاطمة اذا كانت من نصيبك ما لح تهرب لح ترجع وتاخدها سانتياغو بحسر ادرك انه ما في حصل على كل شي بيتمنى بنفس الوقت وقام جهس حاله وراح الفجر لخيمة فاطمة ومشي معها وخبرها عن رؤيته عن الكنز وفاطمة اصرت عليه روح يركض برأ احلامه وانه رح تستنى بالواحة ورح تنظر للصحراء وكأنها الامل كله ودعته وعيونها ملاهم الدمع وقالت له لا تستغرب اني عم ببكي صحيح اني بنت الصحراء ولكني بالنهاية بنت الصبي فتل ظهره وكله ايمان وقوة بتحقيق حلمه والعودة لاجل عيون العربية الصغيرة شد الرحال مع الخيميائي وبرحلتهم حصل عدة مواقف ما لح اذكرها لسببين الاول ما بدي طويل عليكم كتير والتاني رخلي لكم شوية تشويق وانتو عم تقرأوا الرواية الاصلية الصبي بعد رحلة مليئة بالاحداث وصل للأهرامات وبلش حفر بمنطقة معينة وبعد كم ساعة هجم عليه كم واحد حرامي وابرحوه ضرب لحتى يعثرف شو عم يعمل الصبي بعد ما اكتسب الحكمة من الدروس اللي تعلمها برحلته الطويلة ذكر احد الحكم المهمة اللي تعلمها بالرحلة النقود هي ثمن رخيص لحماية الروح وخبرهم الصبي عن الرؤية وانه اجاب مكان بعيد لحتى يستخرج كنس كبير العصابة ضحك على سذاجة الصبي وخبره انه المجانين بس هنا يبلحقوا احلامهم وانه هو شخصيا حلم انه فيه كنس بكنيسة مهجورة باسبانيا بس اكيد ما راح ولا دور عليه العصابة تركت الصبي وراحت الصبي بتسم في ذهول وقدرك روعة الموقف اللي حصل ورجع سانتياغو مطرح ما بدأت القصة كلها بالكنيسة المهجورة وطلع كنزه وهو عم تملاه الاثارة والسعادة سانتياغو بايمانه باحلامه وخلال رحلته المثيرة اصبح خيميائي قارئ للغة الكون ورجع سانتياغو وجه عيونه للصحراء وقال جايك يا فاطمة الرواية الخيميائي مليئة بحكم الحياة والمبادئ الحكيمة فعلا اللي بتغيير لنا منظورنا للحياة للأفضل كمان الرواية بتحكي عن مبادئ روحية فعلا صحيحة مثل او حظ المبتدينين وكيف لما الشخص بريد شي بشدة الكون كله بيساعده ليحصل هذا الشيء وايضا ندرس مهم جدا من الرواية متعة الاهداف مو تحقيقها بل تكمن المتعة بالسعي والرحلة وراء تحقيق الهدف نفسه وكمان وراء كل انسان خيميائي حالم انسان هيك فطومة امر ومتفهمة الله يطعمكم يا شباب الحلال ويطعمكم يا بنات هيك شي سمتياغو مؤسس حاله هي كانت القصة المختصرة وراء اعظم رواية مرأت علي رواية الخيميائي لباولو كويلو The Alchemist انصح وبيشدة انه تقرؤوها او تسمعوها لتقدروا تستمتعوا وتستفيدوا من عظمتها والدروس اللي موجودة بداخلها وبكون سعيد جدا اذا بتشاركوني اراءكم وخواطركم بالتعليقات وبتدوروا هالفيديو مع اصدقائكم وناسكم لا تواغزوني حياتي شوي عن النمط المعتاد ولكن هذا كان فاصل وسنعود على الخط القديم وبشوفكم في فيديو جديد كنتو عم تشاهدوا غالا تدورها سلام قالوا منك عارفي شو بيعملوا فيه العيون السود انا ولد فيروس يا حلاتها من حلا هو عيون السود من كحلا ايا شكرا كانوا كلهم عم يحكمهم فاطمة كبرنا لكم رأنينا اليوم لانه الفيديو طويل متل ما لكم شايفين يعني عصب تعرف بالواحد يشرب يا رب طيب يا رب اشعرفوا اخواتي شوفوا هي معلنة واحدة هندية ساكنة هون بالغرفة ادامي والحيط عمنا جبسين بورد وحالتي حالة معلنة شوف بس عم تحكي المخلوق انا ما يعرف عن سجل طول نارة ايه سلامة ايها الاصدقاء والصديقات اتدور هيو مع السلامة شكرا شكرا